السلام عليكم و مرحبا بكم لما في نتبخ سوهايلا دوما ان شاء الله نحضر واحد الحلواء بلا دقيق مكاوينة جد بسيطة يعني متناول جميع الو هنا كنحتاجو الثلاثة ديال البيض ديال البيض و كنحتاجو هنا ازلافة ونص ديال الكوك اللي كيكون رقيق و كنحتاجو كاس تلعنبا ديال السكر الحبيبات اي السكر الخشن و خبثة ديال الملحة و الفواكه المجففة و فانيلا الو هنا كنحتاجو اول مرحلة كنحتاجو البيض ديال البيض و كنحتفظو بدك صفر يعني كنقدرو نستخدمو في بلا كيك و بحويجات و غريب الو كي ملاحظو غد نطلع الملحة ديالي غيبب دك شوية ديال الملحة و دك البيض و غنطلع الملحة و غنزيد نضيف دك السكر يعني انا نقص شوية الحلوان شما ممكن بديرو كسل علبة كامل انا نقص شوية الو كي ملاحظو هنا غد نزيد واحد الفانية و بدنطلع المورنغ ديالي على هات الشكل هادا و انا كننطرب يعني جيدا هات العناصر يعني كنحصلو على واحد المورنغ اللي كتكون على شكل القوام ديالها بحل المكارون اللي كافش كنطربو نصيبو المكارون على هات كننطرب بش جيدا من بعد كننزول هات كنزول هات كنزولو يعني كنحيد منو من دك اللي البقايا ديال ما علو هاناكم قنزيد يعني الكوك قنزيدو تدريجيا و انا كندير بواسطات باستولا يلي باش كتساعدني باش انا نندخل فيها دك اللي الكوك كامل بالنسبة للكوك انا قنتخديتو غليط و عاوض طحنتو يعني بتاولي اليار باش اهكا يعني متى خرش ليكم غليط في الحلوة ديالكم هلو خ hoardو ملاحطو المغانج ديالنا هاكا كنقوم نديروها باش مننهبطوهاش يعني كنلفو كندورو و حد دورة و نعاو ثانين بحلا كننبسطو دك داك الكوك ديالنا باش يدخلنا مزيان هلو هم كنستمر انا هكا على هات الشكل هادا باش ننناني نحصل على واحد المغانج بش محاقدة مجارية يعني انتو ما تشوفو القوام ديالها هنا ممكن انكم تديرو في البوق يعني هدو كل الحلوية دي البوق ممكن تديرو اي 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 شكل اللي بغيتو انا هنا ارتغل معمول ديال التمر هو اللي باش خدمت به ملاحظو وغبقى ندخل ها بهالطريقة هادي وما تنسوش ان الكوب كي يشرب يعني غيب شوية ما تخليوهاش يعني تكون نقصها بزفنة تتحسو بها شوية تتكون جارية صافي غندير انا ندير شوية ديال اه البيض البد في ديال وغندم دا نكور يعني الكويرات على حسب المعمول يعني اي باش كنقدوم يعني تكن دير الكويرات كلهم عد باش كندير اه لشكل اخر كي ملاحظو صافي كي ملاحظو غمقى مستمرة هاكا كنصيب تويورات على منجيب المعمول ديالي وهو اللي غادي نصيب به تك شكيل كاديل تكون انتم اخدو اللي بغيتو اه ممكن تستعنو غيب البوق كي ملاحظو كي ملاحظو وغادي نجيب هنا اه الهاتك الكويرات ديالنا وكنوضعها في الجوز الهند وكنديرو على هات الشكل هادا كي ملاحظو كي خرجونا دوك الشريطات في كي ملاحظو كي ملاحظو صافي وغادي نبقى مستمرة على هات الشكل هادا حتى كننسلي جميع الكويرات ديالي كي ملاحظو ونرجع لكم بعد ما سليت الكويرات اذك الكيمية اه اللي در تخرجت للكمية ديالي صغيرة ممكن انكم تضعفو المقادر يعني وبجدروه تحصلو على كيمية اه اكتر يعني كتجي معلكة ولديتها فعلا رائعة كتستحق تجربة فعلا هي زوينة زوينة بززف كنتمنى انكم تجربوها وتردو عليها الخبار يعني بسيطة جيدا ما كتتكلفش الوقت بززف بالنسبة اه غندير فيها هاد الفواكه المجففهم من فوق ممكن شري وغايدوك البانان اللي كيتبع ببجد الريال يعني هو غد قسموه القطع الصغيرة تايد ديرو به وانتوما لكم الاختيار ممكن ديرو اذوك اه اللي سوغيات اللي كيكونو ضاير انتو هما ممكن تستعنو بهم ممكن ديرو الشوكولاتة يعني البيبي تشوكولة وانتوما لكم الاختيار على وكي ما لاحتو هانتو ماشتو غادي ندخل هالفرار لي كيكون سخون من قبل يعني واحد خمستاش اه يكون على مئة وثمانين دراجا ويكون اه بالنسبة للمدة ديال الطاهي ديالها او الطياب ديالها كيكون خمستاش لدقيقة لغير متفوتوش خمستاش لدقيقة حيط كتقصح الى فتو خمستاش لدقيقة كتقصح لكم ما كجيش في المدقم زوينة اما مني كتدب طو الوقت يعني كجيكم معلكة وضاغي كتدب في فوم كنتمنى انكم تشربوها وتردو مع هالبال ويسكرة ضغية كتتحمر انتوما مقابل الفراند كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم ومصحة ورحة ويعجبكم الفيديو دائما ما تنسوا الجام والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله جاية وفرجة ممتعة شكرا احبكم في الله يعني فعلا في المدق ديالها غزالة ومقادير مكت عدش يعني بسيطة جدا اتمنى انكم تجربوها دائما فتعليق ديالكم الرائعة ونقول لكم شكرا بساف كي مشترو يعني شيشة بساف يعني طاغي كتفرتات وطاغي كتدوب يعني كتشيغ غزالة بساف كنصحكم انكم تجربوهم غني غتجيب الاستعار الكبار فعلا وكتسمنا فرجة ممتعة ما؟ وكتسمنا فعلا وكتسمنا فعلا وكتسمنا فعلا شكرا اشتركوا في القناة